اضطراب جوي سيميز يوم الغد بحول الله كافة المناطق الشمالية الأجواء تكون غالبا غائمة مرفوقة بأمطار أحيانا تحت وقع الرعود بالمناطق الوسطى والغربية تلوج أيضا محتملة على القيمة الشرقية التي يفق علوها ألف ومئة متر بالنسبة لشمال الصحراء ستشهد بعض الصحب العابرة بدون فعالية أما على وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب الأجواء ستكون مشمسة لكن مع نشاط بعض الزوابع الرملية هذه الرمال قد تتصعد إلى غاية المرتفعات الوسطى والغربية الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تبقى باردة بالجلفة باتناوت بالساحة وستقرب أربع درجات تتروح ما بين 9 إلى 11 بسواحل نفس المقياس بكافة شمال الصحراء 15 درجة بالصحراء الوسطى وترتفع إلى 21 درجة بأقصى الجنوب خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوة تعرف بعض التراجع مقارنة بنهار اليوم 17 إلى 19 درجة منتظرة بسواحل 16 درجة بتزيوزو لن تتعدى 11 درجة بالجلفة 22 درجة بالأغواط وغردايا 18 فقط ببسكرا وورقلا 24 درجة ببشار 26 درجة بإليزي وإناميناس وترتفع إلى 30 درجة بأدرار لتقرب 38 درجة كلما اقتربنا نحو أقصى الجنوب فيما يخص الملاحة والصيد البحري البحر سيكون مطارب على كل سواحل رياح ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الغربية والوسطى ضمن تيارة شرقية شمالية شرقية على سواحل الشرقية الرياح ستشتد إلى غاية 50 كم في ساعة وقت شرق الشمس بحات الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحا 48 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن متابعة ودمتم في أمان الله